اشتركوا في القناة السادة ورود أهلا وسهلا فيتش في برنامج العالم هذا الصباح نرحب فيكم ونعيد ونوضح الفكرة والسادة المجاهدين أهداف مشروع صناعة العمل بشكل عام النسخة الثانية نحن نتكلم فيها وطبعا أكيد تتعلق بتأهيل الكوادر القانونية ناخد ذكر عن هذا شكرا على الاستطافة بالبداية هذا البرنامج الثاني اللي هو سيزن تول مساعد محامي قانوني بالبرنامج الأول كان مساعد محامي قانوني فقط والحين مالي إداري فضفنا ثلاث تخصصات وقانوني طبعا فصار في أكثر من خط لداخل نفس البرنامج فزدنا محتوى البرنامج التدريبي غيرنا بالمادة التدريبية نفسها والحين أمس انطلق المشروع طبعا أهداف المشروع توظيف تكويت الوظائف برنامج مساعد محامي المسمى ما كان موجود فتم استحداث هذا المسمى وعلى أساسها تم توظيف بالدفعة الأولى وظفنا خمسين شاب وشابة الحمد لله كلهم مرتاحين بوظائفهم وإن شاء الله الحين في صدد توظيف خمسين ما هي البرامج التدريبية التي قدمها المشروع للمشاركين يعني الخمسين أنتم في الموسم الأول خمسين وأيضا بدايته أمس أيضا خمسين آخرين من الشباب إن كانوا شباب ريائل أو بنات ما هي البرامج التدريبية التي تقدمون قبلكم؟ طبعا إحنا نقدم أكثر من برنامج يعني المادة التدريبية نفسها في بعضها يكون عصر ذهني بعضها يأخذون القانون بعضها يأخذون طريقة التعامل مع العملاء لمانيونهم لأن هذا الشاب رح توظف بعدها في مكتب محامات فإحنا نعطيه برنامج مدتها ست أسابيع لكن بشكل مكثف شون يقدر يتعامل مع الوظيفة شرائع مختلفة بالضبط حتى يعني نما نتكلم عن تعامل في مكتب محامات إذن أغلب الأشخاص صليون يكون في مشكلة وتحتاج حل ستكون نوعا ما حساسة بشكل أو بآخر اللي فات نظري هو يمكن هذا الحجن ما تقولي خمسين متقدم على أي أساس يتم قبولهم شنو اللي لازم يكون حاصل عليه وشنو المؤهلات اللي مطلوبة منه بشكل عام يعني من هذا الشخص طبعا في أكثر من تخصصة نحن نقبلها موجود كل شي على الويب سايت ما الهيئة العامة للشباب أتمنى يزورونهم عشان يشوفون الشروط شروطنا جدا بسيطة يكون حديث تخرج من 18 ما يتجاوز عمره 28 اللي يصير إنه هو يدخل يقدم الـ CV كامل شهاته بطاقة المدنية والأوراق المطلوبة بعدها إحنا ما شاء الله يعني دايما يكون عندنا عدد التقديم أكثر من الفرص المتاحة فإحنا نضطر يعني نسوي مفاضلة عن طريق المقابلات عن طريق لما نقعد معاهم نفسهم نقدر الرشح خمسين اسم على أساس يتدربون بالجمعية وبعدها يتم طلب اللي يقدم الحين وما كان موفق في الاختيار يقدر يقدر يقدم السنة طبعا طبعا جميل عبارة عن ميداني جزء ميداني وجزء محاضرات جميل بعد انتهاء من هذا المشروع شلون يخدم المشروع هذا المتقربين اللي عندكم خلال هذه الفترة طبعا احنا في برنامج صناع العمل مو بس مساعد محامي قانوني ما عندنا أحد يدخل تدريب وما تكون وظيفة تنطرات يعني أي واحد يترشح للبرنامج أول ما يخلص البرنامج هو متعين فدايما احنا نقول لهم هذا التدريب كأنه تدريب ميداني قبل الوظيفة فعشان شذي احنا نكون محصورين بأرقام معينة لدرجة مرات نضطر نحن ما نقبل كل اللي متجمين لأنه يكون عندنا أعداد معينة نقبلهم حق الوظائف المرة اللي فاتت حلو بسعود المرة اللي فاتت يمكن قلت قبلته لهم خمسين كان قبلش كثر المدة ولما قيمتهم حسيتوا أنه فعلا كان في هناك استجابة استفادة من هذه الدورات طبعا يعني احنا سعيدين بالبرنامج الأول كلهم توظفوا ويعني كلهم يعني كلهم يعني كروة تواصلنا معاهم بعد ستة شهر بعد شدي لا مكملين ومستنسين بالمقاننة هذين استفادوا فعلا من هذه التدريب هذا الشيء المهم يعني يعني اهم لو تحسينهم ممرتاحين شما بعد وطلعوا وقدموا استقالتهم طيب مثل ما ذكرت يعني الوظيفة موجودة وقت اللي يقدمون قلت فيه اشياء معينة مطلوبة حق التقديم طيب هل هناك مثلا نقول احنا مثلا لازم يكون مثلا جامعي او لازم يكون دبلوم او لازم يكون مثلا خريج دورات من الهيئة العاملة تعليم التطبيق والتدريب خريج ثانوية ولا ما فيه اي مشكلة في اي تخصص يكون موجود لهذا البرنامج طلبة الدبلوم جميل لكن على حسب البرنامج احنا عندنا برامج يعني احنا عندنا 13 برنامج فيه برنامج الحوسبة اللي هو الكودد والكودرز وشلون شلون يتعرفون انهم يصيرون كودر فعادة ناخذ التخصصات اللي اكثر يعني هم اريدي عندهم مقاعدة انهم يعرفون حق الكمبيوتر الاساسيات اي مو شرط يكون مهندس كمبيوتر لكن هو يكون عنده هذه القابلية للتعليم مثلا عندنا برنامج الفنون القتالية احنا نهيئهم عشان ياخذون شهادات محتمدة طبعا احنا شبابنا ما شاء الله يعني بالتمرين لاحظنا حتى في فترة كورونا لمسكرة نوادي كلهم وانا يبونوا يرجعون وردونا لانها تكون هواية حتى مو بس انها تكون شي ممكن يحترفها لكن ما يقدر يدرب لانه ما عنده شهادة محتمدة فعلى هذا الاساس احنا سوينا هذا البرنامج فممكن انه هو يصير هو الكوتش هذا غير اذا كنتنا نتكلم عن بعض القتالات التعش لان ما نقول لست التعش سناخذ فكرة عن بعض ال قلت لك ادارة المرافق عندنا الحين ننطلق الموسم الثالث المساعد محامي الحوسبة وعندنا الصحف حق خريجين الصحافة يقدرون يلتحقون بهذا البرنامج منذ ثلاثة شهر وبعدها يعطيهم خبرة اكثر يعني هو البرنامج ينزلهم ميداني اكثر فتشوفينهم يتعلمون اشياء اصلا ما يخذوها بالكلاس او بالجامعة يعني هذه هي انخلاط في الشارع اذا نقدر نقول احتكاك الجامعي من كرسي الدراسة الى الشارع بنفس الوقت يعني هذا كده ينمي قدرات عنده يمكن ما يكون مستوعبها يعني ممكن نستذكر يمكن احنا هذه القطوة احنا دائما نقول ان يمكن كذا مرة تكلمنا حتى مع المسؤولين في وزارة التربية اللي كانوا يحضرون بياننا المشكورين دائما نقول ان المواد اللي تصير فيها عملي او انك احتكاك خارجي تكسب الطالب او تكسب اللي يريد تعلم يعني خبرات اكبر وتفيد اكثر في مجال تثبت يعني تتذكر المواقف اللي تمر فيها فتتعلم منها اكثر ففعلا يعني خطوة جدا موفقة اذا نبدأ نتكلم عن الجهات المختلفة التي تتعامل معها هي العمل للشباب لتطوير الطاقات الشبابية بالكويت طبعا يمكن انطاقة الشبابية هذه اكثر شيء الاستثمار فيها يكون ناجح استثمار البلد احنا نتكلم فاشلون ممكن احنا نتمكن الاستفادة من طاقات الشباب طبعا يعني احنا ساعدين بالشباب اللي قاعدينيون ساعدين بالمقابلات اللي قاعد نشوفهم الشباب هو يبي يبي يشتغل يقولك انا ما بي يعني ابي انجز ابي تحطوني مكان انجز فيه فاحنا قاعدين نوجههم للقطاع الخاص عادة القطاع الخاص يخاف انه يوظف شباب تدرين انت تلزمينه بعدد فعشان شذي صارت فترة الميداني يجرب الموظف يقعد عنده يتدرب بل الطرفين لازم يكونوا مرتاحين بالنهاية بالضبط فبعد الاجتياز البرنامج تحسين ان الشركات نفسها مرتاحة والشباب قابلين انهم يتوظفون في هذه الشركات بكل نوع من الاحتضان طبعا كدو الوظيفة هذه خطوة جدا مهمة في حياة الطالب او الجامعي منخراطة في الحياة العملية انا يعزتلي الكلمة اللي قاعدتها الاستاذ ورود ان يبون يشتغلون يبون ينجزون يعني في بعض الاحيان احنا كنا حتى مساكننا قاعد نتكلم تحت الهوى نقول ان الموظف لما يقعد في مكان حطيد على خده قاعد ما في انجاز زين انت شون تطلع ترد البيت مرتاح لما تنجز سبحان الله حتى لو يكون العمل وايد او شغل قوائد اليوم بس خلاص رديت انت انجزت صحيح يعني ما يكون عندك هذا الطمح وهذه الرغبة في العمل يكون في عندك اخلاص وكان عندك عطاء يعني بالنهاي وهذا اللي احنا النبي نوص الله يعني يعطيكم العافية رث له كلمة اخيرة استاذ ورود نعطيها للاستاذ المشاهدين ابي اوصيها للشباب اللي الحين قاعدين يسمعون ويعرفون انه في مثل هذه الخبرة قلتي حديثي التخرج يعني ممكن راحت على غيرهم اللي كانوا يشفي متأخرين ليلة 28 عام عادي ممكن نهو يقدم هذه فرصة جميلة جدا للشباب اللي يبحث عن طريقة للاحتواء نقول الوظيفة طبعا يعني انصح كل شباب او شي يدخلوا انواب سايت ويشوفون البرامج اللي عندنا بعدها يقدرون يشوفون يعني لا تشتغلون بموقان بس عشان تشتغلون لان يعني اذا انت انجست انت راح تستانس من داخلك راح تحب شر لك بضبط راح تقوم الصبح مستانس من ركالح وظيفتك اقدم شكر لدكتور مشعل شاهي لربايع انعطانا هذا الفرصة ان احنا نكون اليوم موجودين هنا وطبعا اشكر شكر خاص الزميل اخوي مهندس مرزوق الحصن اللي اشرف علينا بالبرنامج ودربنا الى ان احنا صرنا متمكنين ان اليوم نقدر نطلع ونتكلم عن البرنامج ديكم العافية ان شاء الله في هناك مشاريع اخرى غير 13 قادمة يعني احنا دائما نقول اساس ان نطور عشان ان ننتشر اكثر عشان نتوسع اكثر في هناك دراسات من قبلكم ان راح تزيد هذه المشاريع ان شاء الله في المستقبل باذنال احنا عندنا تعاون طبعا مع القوى العاملة والديوان الخدمة المدني فمن خلال الاحصائيات اللي عندهم اللي حدثين تخرج للشركات الشواغر على هذا الاساس يتم بناء برامج ثانية فالبرامج اللي بدت يعني نكمل على سيزن 2 3 4 5 لكن مرات نشوف شواغر نفتح برامج جديد وعلى حسب ايضا السوق العمل احنا تكلم عن تغير قاعد يصير في سوق العمل مو نفس قبر في وظائف يعني بالعشرين سنة اليايا راح تختفي في وظائف راح تظهر وراح تضغع ممكن على سوق العمل بشكل فعال في دراسة لهذا الموضوع وترتيبها للطاقة الشبابية طبعا مثل المساعد محامي مثل ما قلت هذا تم استحداث المسمى الوظيفي قبل شم سنة ما كان فيه شيء اسمه مساعد محامي قانوني فتم استحداثه وعلى هذا الاساس تم ترتيب حسب طلب سوق العمل تم ترتيب مع ديوان الخدمة ان يكون فيه مسمى مساعد نعم السادة ورود جمال درباس ومال سلام تريق برنامج صناع العمل بارك الله فيكم بارك الله في عملكم وشكرا لك على وجود الشياء شكرا سعيدين شكرا نتحدث نفصل ونكمل معكم باقي فقرات العالم هذا الصباح خلكم معنا